دكتور يعني برضو فيه الملفت فيلم بالنسبة للجانب المحلي اللي هو القضاء على العشوائيات وده لاحظناه وتم الإعلان فعلا على أنه مع نهاية هذا العام القضاء نهائيا على العشوائيات والأماكن الغير آمنة والاتجاه إلى تطوير برضو الكثير يعني نظرة لما تم في هذا الملف ووجود مثلا زي الأصمرات وبشاير الخير واحد واثنين وثلاثة وغيرها وتطوير أماكن منطقة الخيالة والفستات وكل هذه النماذج وتطوير القاهرة التاريخية بالتأكيد هي تجارب غير مسبوقة بمعنى أن الدولة بتقضي على العشوائيات وتبني مساكن عصرية جدا شغليف أكثر من اتجاه وتقدمها للناس طبعا يعني العشوائيات دي بؤر توتر وبؤر غياب النظام والقانون في قلبه وباطن المدن وحول المدن حزام الذي يحيط بالدول لكن أنا عايز أتكلم على حاجة مهمة جدا إذا كانت الدولة فعلا بتحارب العشوائيات وتقضي عليها وتنشئ مجتمع منظم ومجتمع عصري جديد في التعامل مع الأمور فأنا برضو منشغل جدا بالقضاء على العشوائيات الفكرية يعني العشوائيات الفكرية لا تقل خطورة عن العشوائيات في المباني والمعمار والعشوائيات على مستوى بنية المجتمع من الضروري قضاء عليه والقدوري أيضا أن أنا أطور تفكير الناس بالتعامل مع المجتمع الجديد اللي أنا عايز أعيشه أنا عايز مجتمع أكثر استنار تختفي منه الأراء الجامدة والمتعصدة وتختفي برضو منه الأراء المغلقة مجتمع يصبح لديه الوعي الثقافي والإنساني داخل هذا المجتمع لكي يقدم نموذج المجتمع الجديد والحديث فدي كلها من الحاجات التي تشغني وده عمل مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام ومؤسسات الثقافة وعملنا كلنا تدافر الجهود وعملنا كلنا ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تطوير نوعية الحياة وتغيير نمط تفكير الإنسان لأن ماذا يفيد يعني أنت أحيانا دوقتي تلاقي واحد ده ماشي بعربية 8 مليون جنيه ويفتح شباك العربية ويرمي ويرمي مهملاته أو يرمي أي شيء هل ده تطور؟ هي القضية قضية إنه أركب عربية 8 مليون جنيه القضية قضية زي نقوله التنمية فكر إنه أنا أتطور بتفكيري وده دور الأسرة مهمة يعني إذا كانت الدولة بتاخد زي بقوله الهاردوير يعني شغالة دولة شغالة بالفعل شغالة بهذا المجال فين بقيت مكونات المجتمع يعني تشتغل على مستوى التنمية الثقافية وتنمية الإبداع والزوء العام وتغير نمط تفكير للناس يعني حتى يا دكتور متهيالي يعني الأجيال القديمة والأجيال زي حضرتك كنت بتقول شباب يا دكتور لكن كنا بنقول مثلا الله يمسي بيرخير أستاذي فلان وبنذكر القدوة يعني للأسف بعض الشباب دلوقتي يقولوا إحنا بلا قدوة إحنا القدوة بتاعتنا النيت والسوشيال ميديا ده تغيير مجتمع بص عايز أقولك على حاجة أنا مش عايز أعيد صياغة الأجيال الجديدة بتفكيري أنا برضو ما كل جيل له مميزاته وله الفرص المتاحة ليه لكن أنا عايز أقول حاجة لكن غرس المبادئ دي مهمة كويس جدا إذا كانها الشباب بيقبل على السوشيال ميديا إحنا نبعتلهم الرسائل من قلال السوشيال ميديا يعني قصدي السوشيال ميديا دلوقتي أصبحت مساحة ليس فقط للتعبير ولكن للتكوين والتنشئة وتحديد اتجاهات التفكير الناس انتقل أنا برضو نتكلم بلغة الأجيال الموجودة دلوقتي يعني اللي عايز أقوله إيه الناس انتقلت بولك from street to screen يعني الناس انتقلت من الشارع إلى السوشيال ميديا أو شاشة الكمبيوتر أنا أتعامل مع الناس إزاي أنا أولا لازم أستفيد بمقدرات المتاحة لهؤلاء الشباب في جيلهم هم لديهم مزايا مهمة جدا مزايا على تطوير قدراتهم الزينية ومزايا على اتصال بالعالم الخارج وقدرة فضيعة في هذا المجال أنا دلوقتي لابد إن أنا أنتقل بالرسائل الإيجابية بتاعتي وبرسائل الحوار مع هذا الجيل إلى السوشيال ميديا يعني أخطبهم بأقولهم أخطبهم بأقولهم وباللغة بتاعتهم ولكن إن أنا أتصور إن أنا أعيد إنتاجهم بالطريقة اللي أنا بتصورها أو بالطريقة اللي أنا أتربيت عليها فده أمر ولا يعني أصدي العالم أو المجتمع سبقنا في هذا الموضوع وعايز أقول متغيرات العالمية بتجبرني على كذا يعني أزمة الكورونا أو التباعد الاجتماعي أكبرني على التعامل أكتر مع الشاشة فإذن الناس الكبار دلوقتي يعني أنت النهاردة لا أعتقد أن حتى حد في جيلنا سيبك أنت من الجيل اللي صغير يعني حد في جيلنا أو جيل الأكبر يستطيع أن يستغنى عن الفيسبوك والسوشال ميديا وأنه يعود يقلب في الموبايل وخصوصا أن العالم اختلف الموبايل لم يعد وصيلة الاتصال فقط أصبح وصيلة الاتصال والمعلومة والتواصل مع العالم الخارجي إذن العالم بيتشكل تكنولوجيا بشكل جديد وإحنا لازم كمان إذا كنا حرصين على نقل قيم إيجابية وممارسات إيجابية للأجيال الجديدة أن إحنا نتعامل بالمزايا والأدوات المتحة لهذا الجيل